موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم والبداية مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت مقالاً لباتريك كوبرن بعنوان فوضى في العراق يتسأل كوبرن في مقاله إن كان الغرب سيتدخل مرة أخرى في العراق بعد أن سيطر الإسلاميون على مدينة الموصل التي تعد ثانية أكبر مدينة في البلاد ويقول كوبرن إن سقوط الموصل بأيدي المتشددين الإسلاميين يعد ضربة موجعة للحكومة العراقية التي فرد قواتها من مواجهة هذه الميليشيا تركين وراءهم أسلحتهم وبزاتهم العسكرية ويرى كاتب المقال إن نصر الذي حققه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش سيغير السياسة في منطقة الشرق الأوسط لأن القوى الغربية ستكتشف أن الجماعات الشبيهة بالقاعدة قد استحوذت على أجزاء واسعة من شمالي العراق وشمالي سوريا وقد أكدت الولايات المتحدة أنها تدعم أي تحرك قوي ومنسق لإعادة الأمور إلى لصابها في العراق وأقر عقيد في الجيش العراقي بأن داعش تفرض سيطرتها بالكامل على مدينة الموصل مضيفا أن الجيش والشرطة فروا من مواقعهم لتسيطر عليها عناصر داعش بصورة كاملة وأشار العقيد إلى أن ما حدث يعتبر انهيارا كاملا للقوات العراقية العسكرية وسيطرت داعش في الموصل على مراكز الشرطة والقواعيد العسكرية كما أنها أطلقت سراحة نحو 1200 سجين ينتمون للتنظيم وأكد أستاذ جميعي في مدينة الموصل أن الموصل سقطت بالكامل بين أيدي الإرهابيين وأن الجميع الآن يحاول الهروب مضيفا أننا الآن في منتصف الليل ونحن نستعد للهروب أيضا إلا أننا لا نعلم إلى أين سنذهب ووصف أحد الجنود العراقيين عناصر داعش بأنهم يتقنون فنون قتال الشوارع وهم كالأشباح يطلقون النار ويختفون فجأة وخلال ثوان قليلة كما أنهم محترفون نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة فيستفالين بوست الألمانية التي نشرت تحت عنوان برميل البارود على وشك الانفجار بسبب تقدم قوات داعش في المنطقة عن هذا التنظيم الإرهابي تقول الصحيفة هدفهم الأسمى هو إنشاء دولة خلافة إسلامية تمتد من إيران إلى البحر الأبيض المتوسط ولهذا الغرض يقترون كل من يعترض طريقهم الإرهابيون السنة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش يقفون على مسافة قريبة من العاصمة بغداد والحكومة فقدت سيطرتها على البلاد منذ فترة طويلة وهي عاجزة عن توفير الحماية للسكان فمئات الآلاف بما في ذلك العديد من المسيحيين هربوا خوفا من بطش قوات داعش وتضيف الصحيفة الإسلاميون يستغلون الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها وبعد الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003 فهي تتحمل المسئولية عن الوضع الحالي خاصة وأنهم جاءوا هنا لمكافحة الإرهاب غير أن الأمريكيين لن يزودوا نظام بالأسلحة خشية أن تقع في أيدي القوات المعارضة فواشنطن لا يمكنها أن تعول على رئيس الوزراء نور المالكي الذي مارس التمييز ضد السنة لعدة سنوات وهم الآن ينتقمون المنطقة تغرق في الفوضى ومن يعتقد هنا أن الأمر لا يعنينا لأن بغداد بعيدة جدا فهو لا يعي خطورة الوضع العراق وإيران وسوريا بلدان مجاورة لتركيا شركتنا في حلف الناتو الفتلو يشتعل وبرميل بارود على مقربة من الانفجار وليس هناك مؤشر يدعو للأمل نغاصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة أيرمان الإيرانية التي نشرت تحت عنوان انقلاب محتمل في العراق جاء فيه المشهد في العراق حاليا أشبه ما يكون بقصة علي بابا والأربعين حرامي حيث تمكنت جارية من طرد اللصوص من سفك قطرة من الدم هكذا علقت الصحيفة الإيرانية على سيطرة تنظيم داعش على عدد من المحافظات العراقية بسهولة ودون مقاومة تذكر المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ستون بالمائة من سكانها من العرب السنة وتعيش بينهم أقلية من الأشوريين والتركمان والأكراد ونقلا عن شهود عيان فإن عناصر قوات الأمن العراقية قد انسحبوا من شوارع الموصل قبل سيطرة داعش على المدينة وفي الأثناء أعلنت قوات البشمرقة الكردية التحرك نحو الموصل لاسترجاعها من داعش وتشير الصحيفة إلى أن الدولة في العراق يمكن أن تنهر في أي لحظة كما يمكن أن تشهد العاصمة بغداد انقلاباً على السلطة المركزية مواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة النهار اللبنانية حيث نشرت مقالة لعبد الوهاب بدرخان بعنوان انتخاب الأسد ليس حلاً جاء فيه استنتاجات متسرعة وواهمة تلك التي أطلق سيد حسن نصر الله بعد إعادة انتخاب بشار الأسد وليس أهمها قوله إن الحل السياسي يبدأ وينتهي مع الأسد فإن نصر الله كان يعني إيران عندما قال إن من يريد حل يجب أن يتناقش مع الأسد أي احكوا مع إيران نعم سيطرح الأسد ما يسمى عملية سياسية وسيجد بعض الضمال يشكل منها حكومة جديدة وسيستوزر بعض المعارضين الذين ترعاهم إيران مثل ما استرشحت أجهزته شخصين لمنافسته على الرئاسة ما يأمل به النظام السوري ورعاته الإيرانيون وكذلك نصر الله وحزبه والميليشيات العراقية فضلاً عن المقاتلين الشيعة الأفغاني وغيرهم ما يأملون فيه هو أن يضطر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي شكلته الانتخابات السورية على غرار ما فعل ويفعل بالنسبة إلى الحكم الجديد في مصر لكنهم يتجاهلون واقعياً أن هذا المجتمع الدولي أمهل الأسد طويلاً لكنه تجاوز الآن احتمال قبوله بحمولته الثقيلة من الدم والدمار والجرائم فضلاً عن استحالة أن يقبله شعب سوريا حتى لو استعاد له الإيرانيون السيطرة الكاملة من الطبيعي أن يخصص نصر الله كل إطلالاته للحديث عن النصر الذي تحقق لإيران في سوريا لكن من شأنه أن يحذر فالانتصارات في الحروب الأهلية تكون دائماً ملغومة ومن الخطأ الهرع إلى استقلاصات متهورة كالاعتقاد بأن الانتخابات الرئاسية والنيابية وحتى صيغة الطائف للنظام اللبناني يجب أن تقضع حتماً للتطورات في سوريا فهذا يفترض أن الاحتلال الإيراني للنظام السوري سيدوم ويقوى إلى الحد الذي يلزم لبنان من اتخاذ الرئيس القوي الذي يريده نصر الله لتكيف مع هذا الوضع أو بالأحرى للخضوع له حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا وننتقل لوكالة أنباء الأنضل التي نشرت تحقيقاً لعبدالله الصبر يوسف بعنوان من يسند داعش في قتال القوات الحكومية بالعراق قال فيه بعد ثلاثة أيام على سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش واستمرار العمليات العسكرية في مدن بشمال العراق بدأت الصورة التتاب الور لتظهر أن الذين يقاتلون على الأرض على ما يبدو هم حلف ثلاثي أو رباعي يضم فصائل عراقية إلى جانب مسلح التنظيم وهذه الفصائل حسب ما تقول مصادر محلية مطلعة على الوضع في الموصل هي رجال الطريقة النقش بندية وهو واجهة لحزب البعث قومي علماني الذي يقوده عزة الدوري الرجل الثاني في نظام رئيس الراحل صدام حسين وكتائب ثورة العشرين إسلامية معتدلة فضلا عن كتائب من الجيش الإسلامي وجيش المجاهدين جماعات إسلامية متشددة واتحاد هذه الفصائل في ليلة وضحها على هدف واحد هو إسقاط العملية السياسية التي يقودها الشيعة في العراق يمثل أكبر ضربة لقادة البلاد ومن المرجح أن يساهم في تعقيد الأمور بشكل كبير أمام الحكومة العراقية وساعد الضباط السابقون في الجيش العراقي ولذي ينتمي أغلبهم إلى هذا التحالف في إسقاط مدن بشمال البلاد مدينة تلو أخرى لأنهم على دراية تامة في الميدان وبينهم من شارك في الحرب العراقية الإيرانية خلال ثمانيات القرن الماضي وحرب الخليج الثانية في 1991 والغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ومن الشواهد أيضا على وجود تحالف مقاتل تنصيب محافظ لمدينة الموصل وآخر لتكريت ينتمون لحزب البعث وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حيال تبعية المسلحين وما إذا كانوا من داعش أو من تنظيمات أخرى خاصة أن داعش لا يعترف بتنصيب محافظ ويرى هذه التسمية غير شرعية وإنما ينصب وليا بحسب أدبياته وبصفة عامة تعد الأحداث التي تجري في العراق حاليا نتيجة لتصعيد رئيس الوزراء الخلافات مع كل خصومه ولم يبقى أي صديق له حتى من ضباط الجيش الحالي وإلى حد يعتبر معه البعض ما يحدث في البلاد انقلابا عسكريا على العملية السياسية وفي حال وصل مسلح داعش إلى بغداد فإن معركة طويلة تنتظر العاصمة سوف تتداخل فيها القوى من داخل البلاد وخارجها من قوات حكومية ومسلح داعش والفصائل السونية المسلحة إضافة إلى الميليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران هذا الواقع ربما سيفرض على حلف داعش مع السنة والبعث شهر عسل قد يطول لأشهر قبل أن تدب الخلافات بين صفوفها نظرا لاختلاف العقائدي الكبير بين الجانبين وهما يفتح الباب أمام ساحة عراقية شبهة لدرجة التطابق مع ما تشهده سوريا نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع كلنا شركاء مقالا لعمر شعبا بعنوان مستقبل سوريا بين مشروعين جاء فيه إن توطيد مراكز تنظيم القاعدة في محطتيها الاستراتيجيتين العراق وليبيا والمدد الذي يصدر منهما إلى سوريا وغرب إفريقيا جعل الولايات المتحدة وحلفائها تسرع في ترتيبات وقف الفراغ السياسي الذي حصل في بلدان الثورة العربية خوفا على مصالحها الحيوية فوطدوا حكم السيسي في مصر وبدأوا بترتيب الأمور في ليبيا ومؤخرا وبسبب تزايد قوة تنظيم القاعدة في العراق وشرق سوريا على وجه الخصوص لا يريد الحلف الجديد الذي يعمل في القضية السورية وبأسلوب متناسق وغير معلن والذي يضم الولايات المتحدة وإيران والسعودية لا يريد أن يحصل فراغ سلطة في جنوب ووسط سوريا لأنه سيؤدي حتما لتوسع نفوذ المعارضة عموما لتليها كتائب القاعدة كما حدث عندما خرج الشرق والشمال من سلطة الأسد منذ سنوات ولذلك فهم يرون أن التوطيض نظام صلب في دمشق يكون دوره القيام بمهام عسكرية وأمنية مستمرة تجعله كسد منيع بوجه المشروع القادم من الشرق هدفا استراتيجيا لضمان أمن الأنظمة في الخليج والأردن وإسرائيل إن مشروع الجهاد العالمي كما تسميه القاعدة وتقوده من خرسان ثم من العراق وليبيا ومشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة يتطاحنان على أرض العالم الإسلامي في عمومه ويحشدان قواهما وأنصارهما ويرتبان شؤون حربهما على المدى الطويل ومن الواضح أن تلاحق الأحدث وتطور الأمور في المنطقة العربية بأسرها يسير في سياق لا توفر فيه لهوامش مناورة سياسية حقيقية تحل محل الصراع المسلح أو تسمع صوت السلام على الأقل خلال المدى المنظور رغم كل محاولات تجميل الواقع من قبل الدولوماسيين الغربيين ومراكز دراساتهم فهل ستخرج النخبة السورية من دوائر الضياع وملاحقة السراب ووأد الطموح ثم تحدد ما يمكن أن تقترحه على باقي الشعب السوري كهدف وقضية مصرية جماعية وتحشد لتنفيذه أكبر عدد من الكوادر والاختصاصين وليحدد جميعا أهدافه المرحلية والاستراتيجية ذلك المشروع الذي يعيد الأجيال القادمة إلى مسار الحضارة مرة أخرى أم ستبقى المنفسة الهدامة وردود الأفعال المائعة والتضل السياسي واتهام الغير بإفشال مشاريع وراقية هي السائدة في المشهد السوري الأمر مرهون برغبة من يقود المجتمعات من النخب المخلصة فقط لأن الشعب الذي أعانى الخليفة عمر بن عبد العزيز كان هو نفسه من أعانى أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة